شاهدت منطقة حلمية الزيتون بالقاهرة انهيار عقار مكون من أربع طواقق وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع الهدث وبصحبتهم بالأوناش من أجل رفع حطام العقار والبحث عن مفقودين من عدبه كما انتشل رجال الحماية المدنية جثة شخص من أسفل ركام العقار المنهار بمنطقة حلمية الزيتون وجاري استكمال عمليات البحث ورفع الركام تحسبا لوجود آخرين فيما يسمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان وفحص كاميرات المراقبة في مصلح العقار المنكوب بمنطقة حلمية الزيتون لجمع المعلومات اللازمة حول الوقع وكشف تفاصيلها بالكامل كمان استعان رجال الحماية المدنية بالقاهرة بلوادر تابعة المحافظة لتسهيل عمليات البحث عن ضحايا أسفل عقار الزيتون المنهار لاستخراجهم وسط تمركز رجال المباحث بمدرية أمن القاهرة بمحيط الحادث أيضا بيستكمل رجال الحماية المدنية عمليات رفع الركام العقار المنهار بمنطقة حلمية الزيتون مع القيام بفصل الطيار الكهربائي عن المكان وفرض كاردون أمني حول موقع الانهيار من أجل تسهيل عمليات البحث عن المفقودين أسفل ركام العقار المنهار وسط تمركز رجال المباحث بمدرية أمن القاهرة بمحيط الحادث كمان شكلت الجهزة المعانية لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لموقع انهيار منزل حلمية الزيتون وفحصهم تحسبا لوجود أي شلوخ أو تأثرهم نتيجة لانهيار العقار وكانت تلقد غرفة النجدة في القاهرة بلاغ بانهيار عقار بمنطقة الزيتون وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى مكان البلاغ وتبين من خلال المعينة الأولية أن عقار مكون من أربع طوابق تعرض الانهيار وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية لإزالة ورفع الأنقاض وتواجدت عدد من سيارات الإسعاد بمكان الواقع اذا شهدت منطقة حلمية الزيتون بالقاهرة انهيار عقار مكون من أربع طوابق وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاد المدنية إلى موقع الأدس وصحبتهم الأوناش من أجل رفع حطام العقار والبحث عن مفقودين من عدمه اذا شهدت منطقة حلمية الزيتون بالقاهرة كما انتشل رجال الحماية المدنية جثة شخص من أسفل ركام العقار المنهار بمنطقة حلمية الزيتون وفي الوقت الحالي بتجرى عمليات رفع الركام والبحث عن آخرين أسفل العقار المنهار كما استمع رجال المباحث لأقوال شهود العين ويفحصون كاملات المراقبة في محيط الواقعة لجمع المعلومات اللازمة حول الحادث وكشف تفاصيله بالكامل استعام أيضا رجال الحماية المدنية بالقاهرة بلوادر تبعة للمحافظة لتسهيل عمليات البحث عن الضحايا أسفل عقار الزيتون المنهار لاستخراجهم وسط تمركز رجال المباحث بمدرية أمن القاهرة بمحيط الحادث كما يستكمل رجال الحماية عمليات رفع ركام العقار المنهار بمنطقة حلمية الزيتون مع القيام بفصل الطيار الكهربائي عن المكان وفرض كردون أمني حول موقع الانهيار لتسهيل عمليات البحث عن المفقودين أسفل العقار وسط تمركز رجال المباحث بمدرية أمن القاهرة بمحيط الحادث كما شكلت الأجهزة المعنية لجنة هندسية العقارات المجاورة لموقع انهيار منزل الميت الزيتون وفحصهم تحسبا لوجود أي شروخ أو تأثرهم نتيجة انهيار العقار تلقت غرفة النجدة في القاهرة بلاغ بانهيار عقار بمنطقة الزيتون وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى مكان البلاغ وتبين من خلال المعينة الأولية أن عقار مكون من أربع طوابق تعرض للانهيار وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية لإزالة ورفع الانقاض كما تواجدت عدد من سيارات الإسعاب بمكان الواقع دي كل التفاصيل والمعلومات المتعلقة بهذه الواقع المؤسفة التي حدثت منذ ساعات قليلة بشكركم على حسن المتابعة وانتظرونا لمزيد من التفاصيل والمعلومات حول هذا الحادث أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء